من على صعيد مستجدات آخر أخبار الشركات والأعمال تستهدف الحكومة المصرية في ميزانية السنة المالية المقبلة 2023-2024 حصيل إضافية قدرها 70 مليار جنيها من الطروحات الحكومية بحسب البيانة المالية التي أطلعت عليه الشرق بلومبين وبحسب بلومبين تعتزم مصر الطرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللكوات المسلحة سواء في البرصة أو للمستثمرين استراتيجيين حتى مارسا مقبل لكنها متأخرة في تنفيذ برنامج حتى الآن وتتوقع مصر جمع أول ملياري درال من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل وعلى صعيد الاستحوذات قالت وكالة الشرق بلومبينغ أن صندوق تابع للقابدة إيديكيو الإميراتية أحد صندوق أبوظبيا السيادية اقترب من شراء حصة تتراوح بين 20% و25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب وفي حال تنفيذ الصفقة قبل نهاية مايو الحالي ووفقا لتوقعات الشرق ستكون إيلاب أول شركة من برنامج الطرحات الحكومية يجري بيع حصص منها ويمتلك بنك الاستثمار القومي 34% من أسهم إيلاب والشركة القابدة للبترو كيمويات 21% وإيجاس 21% ووزارة المالية 13% والهيئة العامة للبترور 10.5% وريال للبترو كيمويات 0.22% وفي سياق آخر قفز الناتج المحلية الإجمالية الحقيقية بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي بنسبة 9.3% إلى تريليون ومئة مليار درهم خلال العام الماضي مكرنة بنفس الفترة من عام 2021 ووفقا لتقديرات الناتج المحلية الإجمالية للعام الماضي التي أصدرها مركز الإحصاء أبوظبي زادت القيمة المضافة للقطاعات الغير النفطية بنحو 43 مليار درهم بنهاية العام السابق لتصل إلى 554 مليار درهم وبمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلية الإجمالية فيما حقق الناتج المحلية الإجمالية الحقيقية خلال الربعاء الرابع من العام السابق نموا بنسبة 5.9% بقيمة تتجاوز 278 مليار درهم مكارنة بنفس الفترة من عام 2021 على مستوى نتائج الأعمال سجلت أرباح شركة فيرتغلوب المملوكة الأدنق والمدرجة في برصة أبوظبي 135 مليون دولاراً بنهاية الربع الأول من العام الجاري قياساً بأرباح قدرها 356 مليون دولاراً خلال نفس الفترة من العام السابق ويعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض الإرادات بنسبة 41% مكارنة مع إرادات نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع مصرفات البيع والمصرفات العمومية والإدارية بنسبة 36% لتصل إلى 41 مليون دولاراً مقابل 30 مليون دولاراً إلى ذلك ارتفعت الأرباح الصافية لبرجيلة القابدة الإميراتية بنسبة 43% فاصل ثلاثة في الربع الأول من العام الجاري لتسجل 121 مليون درهماً ارتفاعاً من 84 مليون درهماً المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت الإرادات مليار 84 مليون درهماً في الربع الأول من العام الجاري بارتفاعاً اثبته 11.6% مكارنة بالربع المناظر من العام الماضي حيث بلغت 972 مليون درهماً على جانب آخر ارتفعت صافي أرباح البنك التجاري الدولي الإميراتي بنسبة 65% ليبلغ 34 مليون درهماً في الربع الأول من العام الجاري من 20 مليون درهماً المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما ارتفع صافي الدخل التشغلية للبنك بنسبة 33% ليصل إلى 148 مليون درهماً مقابل 111 مليون درهماً في الربع الأول من العام السابق إلى ذلك تراجعت أرباح رمك السعودية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.25% إلى 119 مليون درهماً مقابل 148 مليون درهماً في الربع المناظر من العام السابق وارجعت الشركة هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والذي قابله جزئية انخفاض في درائب الدخل والزكاة وارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر فيما تراجعت إرادات الشركة بنسبة 10.6% إلى مستوى 417 مليار ريالاً وعلى صعيد الأزمة المصرفية صرح بيير أوليفيا جورد ناشيز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في حديث للصحفيين في باريس فأن صندوق النقد لا يذال يشعر بالقلق بشأن الاضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفية ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية وسويسرية للتعامل مع البنوك المتعثرة إلا أن جورد ناشيز يرى أن القصة لن تنتهي بعد وبحسب ما نقلته وكالة رويترز قال جورد ناشيز أن بنوك الاتحاد الأوروبي لم تكن محصنة ضد المشاكل مدام التكتل لم يمضي قضيماً في استكمال الأليات التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة للتعامل مع البنوك المتعثرة اشتركوا في القناة